موسيقى 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 قصتنا لليوم هي قصة مؤلمة بكل معنى الكلمة كمان بدي ألفت انتباهكم انه هالقصة اليوم كمان فيها شوية تفاصيل محرجة عشان هيك يريد تسمعوها بعيد عن الأطفال والمراهقين فعليا هي صدفة انه كانوا القصتين وربعض فيهم نفس التفاصيل بس لانه انا كنت مجهزة فيديو تاني وصار عندي مشكلة في الصوت وانتو عارفين طبعا مشكلتي مع الصوت بالنسبة لمشكلة الصوت في الفيديوهات القديمة هي فعليا موجودة بطريقة مخيفة جدا حاولت أعالج المشكلة بانه انا عالي صوتي لكن كان يصير عندي مشكلة اكبر اللي هو يبين كأني انا بصرخ صراخ على كل حال انا في مرحلة انه اتعاون مع حد من الاشخاص الخبراء في هالموضوع حتى نحاول نعالج هالمشكلة فما علي تحملوني شوي لحد ما نشوف شو ممكن نحل هاي المشكلة المهم راح نسمع تفاصيل قصتنا بس بعد هالفاصل القصير بعد ما تحطوا لي لايك تشتركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم اي فيديو جديد القصة هي اليوم من ولاية كولورادو ومن بلدي معينة في ولاية كولورادو اسمها جراند جنكشن هناك بعيش عنا زوج وزوجة الزوج كان اسمه مايكل والزوجة كان اسمها جينيفر طبعا العائلة بليك هالزوجين عندهم طفلة واحدة فقط كان عمرها ست سنوات واسمها ابي هالعائلة كانت تعتبر عائلة متدينة لقوا كمان مصدر الهام من الناحية الدينية للكنيسة اللي هم يتابعين فيها اتباع الكنيسة وحتى لبعض سكان هاي المدينة لانه فعليا كان لهم احترام كبير عن جميع افراد الكنيسة والمجتمع اللي هما بيعيشوا فيه بالنسبة للزوج مايكل واللي كان عمره 55 عام تقريبا كان حياته كلها مكرسها لعائلته اصلا بداية حياته العملية كانت في الجيش الامريكي هو كان قائد طيارة هولوكابتر وشارك كمان في حرب الخليج المهم انه بعد ما خلص من النافي او البحرية الامريكية اللي عمله انه هو بدأ يعمل مهندس في نفس المنطقة اللي هما بيعيشوا فيها اللي هي جراند جونكشن وفعليا كان دخله عالي عشان هيك الزوجة ما كانت مضطرة ابدا انها تبحث عن عمل وكانت بسمها ستيد هومام تعتني باولادها او بنتها اصلا هي الوحيدة وكانت علاقتها جدا ممتازة مع بنتها يعني بشكل عام من الظاهر هاي الاسرة النموذجية المتدينة اللي وضعها المادي ممتاز وما عندها اي مشاكل مادية بالنسبة لجينيفر كانت شخصية محبوبة جدا من جميع الاصدقاء والمحيطين خصوصا الناس اللي هي معهم في الكنيسة وبيحكوا فعليا انه هي كانت مكرسة كل حياتها لبنتها اللي اسمها ابي وكانت تعاملها جدا لطيف معها وعلاقتها جيدة مع هالطفلة المهم انه هالعائلة اللطيفة الجميلة كان اهم شي في حياتها اللي هو الكنيسة والناحية الدينية كانوا مرتبطين بكنيستهم بطريقة كبيرة جدا بالعادة يروحوا يصلوا هناك واحيانا يصلوا لساعات تخيلوا عشان الاشخاص المحيطين فكان الايمان او خلينا نحكي الريليجيس بليف نعم الايمان هو اساس هاي العائلة الصغيرة لكن وللأسف الشديد وبتاريخ 13-11 من عام 2001 كان يوم ثلاثاء بصير شي بيحطم كل هاي الاشياء الجميلة فيها العائلة الزوج بيرجع من دوامه تقريبا ساعة اربعة مساء بيرجع على البيت على اساس انه زوجته موجودة في البيت بيبدأ ينادي عليها لكن ما بيحصلها وهون على طول بيطلع على غرفة النوم وهناك بيشوف عفوا شيء مخيف زوجته وبنته مش موجودين في البيت لكن في كمية من الدم واضح انها موجودة على التخذ وكمان نازلة لعند السجاد وطبعا هو بيخاف وعلى طول بيتصل على 9-11 خلال وقت قصير طبعا توصل دورية من رجال الشرطة ولما يدخلوا بنتبهوا لمجموعة من الامور اول شي انه الباب الخلفي للمنزل مفتوح طبعا هو كمان انتبه انه الباب الخلفي مفتوح عشان هيك عطول اتصل على 9-11 كمان بينتبهوا انه غرفة النوم فيه صندوق من المجوهرات موجود على الارض ومأخوذ منه بعض القطع ينتبه رجال الشرطة انه الحقيبة اللي تخص الزوجة او الجزدان على رأينا كمان مفتوحة ومأخوذ منها بعض الاغراض على طول بيخطر على بالهم السيناريو المعروف دائما انه ممكن يكون حادثة سرقة الشخص اللي حاول يسرق المنزل دخل ما كان متوقع انه جينيفر والطفلة ابي موجودين في المنزل تفاجئ بوجودهم عشان هيك قتلهم لكن بعد فترة قصيرة جدا انتبهوا لشغلة غريبة انه فقط غرفة النوم هي اللي تم تفتيشها باقي المنزل تماما مرتب ما فيه اي مشكلة ولا تم تفتيشه كمان فيه شغلة مهمة انه حتى صندوق المجوهرات اللي كان موجود على الارض ما زال فيه بعض القطع الثمينة اللي ممكن ياخدها اللس شغلة ثانية خطرة عبالهم انه بالعادل لصوص اذا قتلوا احد الاشخاص بتركوه في المكان ليش يرجعوا يخطوه معهم الجثة مثلا لما سألوا رجال الشرطة انه متى اخر مرة هو شاف جينيفر وابي حكا لهم انه هو الصبح شافهم قبل ما يروح على العمل وما كان فيه اي مشاكل لكن بيحكي انه انا حاولت خلال النهار اني اتواصل مع جينيفر من خلال الاتصال على المنزل وكمان من خلال مسجات صوتية سجلها على الهاتف الارضي لكن بيحكي ما تلقيت اي ايجابة نهائيا وهي بالعادة مستحيل ما ترد على التليفون او اتجاوب المكالمات ويمكن واحد من السيناريوهات اللي خطرت عبالي المحققين في هاي القضية اللي هي انه ممكن هالشخص كان جاي على البيت حتى يخططف ابي اللي هي الطفلة وهناك صادف الام قتلها لكن الهدف الرئيسي كانت هي ابي لانه قبل هاي الحادثة بفترة بسيطة صارت حادثة جون بني رامزي بتعرفوها اكيد اللي في النهاية كان احد الاشخاص يعني والحد الان عفكرة لغزها مش محلول قتلها في منزل عائلتها اختفت فترة بسيطة وجدوها داخل المنزل لكن هم ربطوا الحادثتين مع سواه انه ممكن كمان هالشخص يكون مستهدف الاطفال لكن حتى هاي النظرية كان فيها مشكلة انه حتى لو هو كان هالشخص اللي اخذ ابي قتل جينيفر وين جثتها ليش ياخذ الجثة معه المهم لكم تتخيلوا كمية الرعب والذعر اللي انتشرت داخل مدينة جراند جنكشن لانه الكل صار عنده شعور فعليا انه هالبنت تم اختطافها والام قتلت بدوا الاهالي يخافوا يسكروا ابوابهم انتشرت حالة غير طبيعية من الخوف في هالمدينة بالنسبة لمايكل الزوج كان واضح عليه جدا انه هو في حالة من الحزن الشديد خايف على زوجته وبنته وبما انه منزله يعتبر مسرح جريمة فصعب انه يرجع المنزل عشان هيك هو فعليا راح على بيت القسيس اللي تابع هو لكنيستو وبيحكي القسيس انه في هديك الليلة صلينا مع سوا وكان مايكل في حالة سيئة جدا واكيد طبعا بدت عملية بحث ضخمة عن جينيفر وابي في المدينة والكل شارك في هاي الحملة خصوصا انه في الموضوع طفلة بالعادي هم بيتعاطفوا مع هاي القضايا المهم انه الزوج وجه عدة نداءات لوسائل الاعلام وللشخص اللي ممكن يكون اختطف ابي وقتل البنت وكان يحكي بمنطق انه ياريت لو فعلا انه في احد الاشخاص اختطفهم يرجع ليهاهم وكان واضح عليه الكثير من الحزن ويمكن من اكثر الاشياء الملفتة للنظر في هاي القصة اللي هو فعليا ابناء الكنيس اللي كان يتبعها مايكل كانوا معه في كل الاحوال وكل الحالات في عملية الباحث حتى في المؤتمرات الصحفية وكانوا متعاطفين معه الى حد كبير يعملوله صلوات مشتركة يعني فعليا هو تلقى دعم كبير من اعضاء المجتمع وكمان هالكنيسة بما انه في مجوهرات مفقودة من المنزل المحققين عملوا شغل مهمة انهم بدوا يبحثوا في الاماكن اللي ممكن تنباع فيها هاي المجوهرات او حتى يتم رهنها شيكوا على جميع هاي المحلات بدون ما يوصلوا لاي نتيجة كمان اللي افترضوا انه ممكن يتصل احد الاشخاص طالبي بفدية ما اجاهم اتصال نهائيا عشان هيك بدوا يفكروا في خيارات اخرى في موضوع اختفاء هالبنت ووالدتها ومع انه المحققين في البداية ما كان عندهم اي شكوك اتجاه الزوج لانه زي ما حكيت له احترامه في المجتمع كمان هو شخص متدين الا انه العادي انهم يفتشوا بيته وفعلا فتشوا بيته ما حصلوا اي دليل جنائي دينه ولا اصلا حصلوا بصمات او ادلة تدين شخص اخر المهم انه باستمرار عملية التفتيش حصلوا شيء مخيف داخل الكمبيوتر اللي حصلوا داخل جهاز الكمبيوتر العفو منكم مجموعة ضخمة جدا من الافلام الاباحية والصور الاباحية وهون لما سألوه المحققين مع انهم طبعا كانوا متفاجئين جدا خصوصا انه هو شخص متدين وكمان زوجته متدينة حكى بمنطق انه هاي الافلام مش سر نهائيا لانه حتى زوجتي جينفر بتعرف فيها وانه كمان احنا كنا نشاهد هاي الامور مع سوا طبعا كانت حالة صدمة بالنسبة للمحققين وحتى بالنسبة للاشخاص المحيطين بجينفر ومايكل لانه زي ما حكيتهم شخصياتهم لا توحي بانهم بيتعاطوا بمثل هاي امور لكن مايكل قدم سبب طبي ومنطقي لرجال الشرطة طبعا من وجهة نظره هو لسبب اطلاعهم على هاي الافلام الاباحية والمواد الاباحية حكى لهم انه زوجته بتعاني من مشكلة واللي هي بتعاني من الام اثناء العلاقة الحميمة مع زوجها وكنوع من الاسترخاء كانوا يشوفوا هاي الافلام مع سوا حتى تكون العملية اسهل في البداية المحققين شافوا الفكرة منطقية فعليا لكن بحالات زي هيك لازم التأكد من اي كلمة بيحكيها المشتبه فيه عشان هيك تواصلوا مع الطبيب اللي بيعالج جينفر حتى يتأكدوا من هاي المعلومة وفعلا لما تواصلوا مع طبيب العائلة اكد لهم انه هي فعليا بتعاني من هاي المشكلة لانه هي من فترة كانت عام لعملية استقصال للرحم بعد عملية حمل صعبة جدا وهالشي خلق عندها نوع من الالم اثناء العلاقة الحميمة وهيك صار عند المحققين فكرة انه فعليا ممكن هم كانوا يستخدموا هاي الطريقة كنوع من الاثارة والاسترخاء بالنسبة لجينفر في البداية طبعا هم كانت فرضيتهم انه جينفر اكتشفت هاي الكمية الضخمة من المواد الاباحية داخل جهاز الكمبيوتر هددت بانه تكشف هاي الامور لا احضاء الكنيسة او للاصدقاء والمحيطين وهون كانت ردد فعل الزوج بانه قرر يقتلها ويتخلص منها حتى ما ينكشف سره لانه بالنسبة له كان اعضاء الكنيسة اهم شيء ما يعرفوا في امور زي هيك خصوصا انه كان راسم نفسه كشخص متدين ومحترم جدا في المجتمع الطبيب كمان قدم معلومة مهمة لرجال الشرطة والمحققين حكا لهم انه جينفر بتعاني من مشكلة معينة وهي الاكتئاب على فكرة هو نوع من المنتل ديزيزز الامراض النفسية العقلية وانه هي في مرحلة خطيرة من هالمرض وبتتعاطى ادوية عشان الاكتئاب كمان حكا لهم عن شغلة مهمة جدا انه غير الاكتئاب هي بتعاني من مرض اللي هو فقدان الشهية دايما عندها الرغبة في انه تكون انحيفة زيادة عن اللزوم وبالتالي هي كانت ابدا غير راضية عن نفسها ودايما شايفي حالها مش حلوة لازم تكون انحف من هيك يعني فعليا هي ما عندها اي نوع من الثقة في نفسها الاصدقاء والمحيطين اكدوا انه هي بتعاني من هاي المشكلة انه ما عندها ثقة بنفسها دايما حاسة حالها شوي متينة في ناس كتير عفكرة عندهم هاي المشكلة بتحاول دايما تحافظ على جسمها بطريقة معينة وشو ما كانت انحيفة بتظل غير راضية المهمة كمان حكا لهم الدكتور انه هي غير هيك عندها مشكلة الغضب السريع يعني فجأة بتحسوها عصبت وبدأت تتصرخ وتحكي بمنطق غير مقبول نهائيا يحكي مايك فعليا انه مشكلة الغضب السريع هي اللي خلتهم يكونوا شوي متدينين لانه جينيفر كانت تحس انه لما تروح تصلي يعني يصير عندها نوع من الهدوء تفرغ كل هالغضب في الصلاة وبتحكي انه هي كانت فعليا يعني تطلب من الله انه يساعدها على التخلص من هالغضب وهيك بدت تتشكل عند المحققين نظرية مختلفة تماما انه ممكن هالسيدة المكتئبة اللي كانت حسب كمان رأي المحيطين فيها احيانا علاقتها شوي صعبة مع بنتها بنتها كانت شخصيتها شوي صعبة مش كتير بس انه ممكن هي وصلت لمرحلة من الاكتئاب الشديد بحيث انه هي حست انها مش ام جيدة وقررت انها تقتل بنتها وتختفي من المكان او حتى كمان تقتل نفسها وخصوصا انه فيه كان حوادث عدة اصلا صارت في امريكا الامهات قتلوا اولادهم نتيجة حالة الاكتئاب الشديد المهم خلال هاي الفترة بتوصلهم نتائج الدي ان اي ونتائج الدي ان اي بتأكد انه الدم الوحيد الموجود في المكان هو دم جينيفر السؤال اذا كانت هي قتلت بنتها المفروض انه يكون في عينة من دمها في المكان فهيك طلعوا بنتيجة انه ممكن يكون الموضوع كمان مرة مختلف عن اللي بيفكروا فيه خلال عملية البحث عن جينيفر وابي بتم توزيع منشورات وملسقات فيها صورة اابي وكمان فيها صورة جينيفر في كافة انحاء المدينة حتى اذا فيه اي شخص شاف هدولة السيدة وبنتها في مكان معين ممكن يوصل لرجال الشرطة معلومة وهون فعليا بتوصلهم معلومة ومعلومة غريبة جدا احد السيدات بتعمل في وكالة خاصة وكالة قانونية بتقدم استشارات قانونية مجانية للاشخاص اللي عندهم مشاكل قانونية لكن ما عندهم القدرة على دفع النفقات بتحكي هاي السيدة انه قبل اختفاء جينيفر بفترة قصيرة بتيجي عليها سيدة وبتحكي لها انه هي تتعرض لكمية كبيرة من العنف العقلي والجسمي داخل اسرتها وبتحكي لها كمان انه هي قررت الطلاق لكن خايفة جدا من زوجها وبدها يساعدوها على اساس يوكلولها محامي كمل هاي السيدة وبتحكي انه احنا حكنا لها انه اليوم ما رح تدري تشوفي محامي مش متوفر محامي لليوم وهون على طول هاي السيدة بحال غريبة جدا تركت المكان بدون ما تعطينا اي معلومات عن نفسها او رقم تليفونها او اي تفاصيل عنها وبتحكي هاي السيدة انه تتوقع انه الي في الصورة موجودة في الصورة على البروشيرات في الشوارع هي جينيفر ممكن هاي السيدة اكدت لهم فرضية هم كانوا يفكروا فيها لوقت طويل على فكرة هو كان مشكوك في امره من البداية اللي هي انه الزوج له علاقة باختفاء جينيفر وابي المهم بدوا يبحثوا في تاريخ الزوج فعليا بطريقة جدية حتى يشوفوا اذا كان ممكن يكون له دور في اختفاءهم مع انه شخص متدين ومحترم وإلى آخره لكن بدوا يبحثوا فيه بطريقة جدية انه كمان هم ما استثنوا فرضية انه ممكن تكون هالسيدة المضطربة نفسيا وعقليا عملت انه الموضوع موضوع حادث تركت مثلا اثار دم عملت ستيجينج للمسرح حتى يبدوا انه هي فعليا ماتت او تعرضت لحادث وبعد هيك هربت واختت بنتها لمكان بعيد ما بدوا يبحثوا فيه شخصية مايكل وعلاقاته كمان اكتشفوا للأسف الشديد اشياء سيئة جدا اكتشفوا انه الشخص المتدين صاحب الاخلاق له علاقات عديدة خارج اطار الزواج من خلال اماكن مخصصة لهاي الامور اللي هي معروفة في امريكا اماكن المساج وغيره وكان ريجولر يعني زبون منتظم في هاي المحلات كيف عرفوا هاي المعلومة في سيدة من السيدات اتصلت على رجال الشرطة من اللي يعملوا في هاي المراكز وحكت لهم انه هالشخص هو زبون دائم عندها اقل شي بيزورها مرتين او ثلاثة خلال الشهر وكمان بيدفع كمية مش بسيطة من المال مقابل خدمات زيادة تتعلق في هالموضوع هاي السيدة بتحكي انه بالعادة كان يجيهم فترة الغداء وعلى طول رجع المحققين لفكرة انه ممكن تكون جينيفر اكتشفت هاي العلاقات وهاي الزيارات لمراكز المساج عشان هيك قررت انها تفضحه امام اعضاء الكنيسة والمجتمع وهو فكر بانه يقتلها حتى ما تفضحها السر انها مثلا بعد ما عرفت انه هو الو علاقات او زيارات لمراكز المساج وهاي الاماكن قررت انها تطلب الطلاق وهالشي ابدا مش مقبول لا عند مايكل ولا عند الكنيسة اللي هو يتبع الها لكن وبالرغم من كل هاي الشكوك والادلة المنطقية الا انه هم فعليا ما عندهم لا دليل مادي ولا ايشي يدينها الشخص ما في جثة ما في بصمات ما في ايشي ممكن يدينه وبدوا يفكروا انه هو ممكن يكون نفذ الجريم الكاملة وبيرجعوا يدرسوا الادلة من جديد بيفتشوا حتى البيت مرة تانية وهون بتمر عليهم اشياء ما كانوا منتبهين لها للمرة الاولى اول شي بيحصلوا رسالة داخل منزلها الشخص موجهها هو لزوجته بيحكي فيها بيطلب منها انها تسامح وبيعتذر لها وبيحكي لها انه ااسف انه سمح للشيطان بانه يسيطر عليه هالشي دليل على انه فعليا جينيفر اكتشفت عن علاقاته خارج اطار الزواج وكمان عن موضوع الافلام والمواد الاباحية كمان المحققين اكتشف ملاحظة مكتوبة بخط ايدها ايه كانت تعمل جيرنلز زي مذكرات الها كاتبة في هاي الملاحظة عن مشكلة كبيرة صارت بينها وبين زوجها فهون على طول خطر عبالهم السيناريو المعتاد انه هي في مرحلة من المراحل قررت انها تطلب الطلاق او تهدده صار بينهم خلاف وجدال في لحظة غضب هو قتلها وبعد هيك اخفى جثتها مع ابي حتى ما تكون شاهد عليه اكيد اللي هي بنتهم في هاي الفترة فعليا المحققين بدوا يسربوا لوسائل الاعلام وللمجتمع المحلي معلوماتي بتحكي انه هم حاليا يبحثوا عن جثة جينيفر وآبي وما بيبحثوا عن اشخاص مفقودين لانه صاروا متأكدين انه الزوج هو اللي قتل زوجته وكمان ممكن بنته لانه غير قادر على تحمل فضيحة الاسرار الكبيرة اللي كانت عنده وبعد ما انتشرت فكرة انه رجال الشرطة حاليا بيبحثوا عن جثة وما بيبحثوا عن اشخاص مفقودين بيتقدم اتنين من زملاء مايكل في العمل بمعلومات خطيرة جدا هالزملاء بيحكيوا انه صباح اليوم اللي اختفت فيه جينيفر وآبي صديقهم وزميلهم في العمل كان عنده كرتونتين كبار في السيارة وحاول او مش حاول هو وضع هالكرتونتين في حاوية لزباله وبيحكوا شغلة غريبة جدا انه لما حاولنا نعرض عليه المساعدة رفض المساعدة بطريقة غريبة جدا على طول خطر على بال رجال الشرطة انه اللي داخل هدول الكرتونتين هم الزوجة جينيفر وبنتها آبي تخيلوا وفعلا وللأسف الشديد وبعد سبع شهور من اختفاء جينيفر وآبي بتم العثور على جثة جينيفر موجودة في مكب النفايات وملفوفة بخيمة بتم البحث عن جثة آبي لكن للأسف الشديد ما بيحصلوها في المكان يمكن من الأشياء اللي دلت على انه فعليا الزوج هو اللي وضع هاي الجثة في مكب النفايات انه لما وجدوها وجدوا حولها مجموعة من الوثائق والأوراق اللي تعود للمكتب اللي يعمل فيه الزوج كما اخذوا الجثة للطب الشرعي تبين انه تعرضت لطلقة واحدة في الرأس كانت وبعد يومين طبعا من العثور على الجثة بتم اعتقال الزوج وبوجهوله تهمة القتل من الدرجة الأولى بالتأكيد هو ما اعترف نهائيا وما أقر بذنبه بأي حال من الأحوال في عام 2004 تمت المحاكمة وجد مذنب بجريمة قتل من الدرجة الأولى وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لكن كالعادة بتعرفه في أمريكا الاستئناف وإلى آخره رجع طلب إعادة محاكمته بناء على أنه صار في خطأ معين من أحد أعضاء هيئة المحلفين وفعلا حصل على قرار بالسماح إله بعادة هاي المحاكمة وفعلا تمت محاكمته من المرة الثانية في عام 2018 وما تتخيلوا كمية البشاعة اللي كانت في هاي المحاكمة لأنه هنا اللي شهد كان هو نفسه شهد مع نفسه بالإضافة إلى ثمانين شاهد آخرين طبعا صعب جدا ألخص لكم شو اللي صار في المحاكمة لكن يمكن كان أبشع شي فيها إنها كلها ركزت على أموره الجلسية وفكرة إنه هو كان مدمن على الأفلام الإباحية لدرجة إنه القاضي غادر الغرفة حتى يروح ويشيك على بعض الأمور اللي كان يحكي فيها المدعي العام ومن بينها مثلا إنه مايكل كان يدعي إنه كان يشوف هاي الأفلام الإباحية نمط معين من هاي الأفلام الإباحية لكن لما شيكوا على تاريخ الأفلام ونوعية الأفلام اللي كان يشوفها فعليا هو كان كاذب كان يطلع على كل أنواع الأفلام الإباحية الموجودة على الإنترنت حتى المدعي العام من خلال استجوابه على منصة الشهود خلاه يعترف فعليا إنه ما كان يشاهد هاي الأفلام زي ما كان يحكي فقط مع زوجته ثبت إنه فعليا هو كان يشاهدها في عدة أوقات وبدون وجود الزوجة وبصراحة فيه تفاصيل أكثر من هيك صعب الواحد يحكي فيها فعليا المحاكمة تركزت حول هالموضوع من الأمور اللي ناقشت المدعي العام فيها المتهم اللي هو مايكل فكرة إنه هو لما اتصل على 9-1-1 ما فتش المنزل نهائيا يعني هو عطول دخل على غرفة النوم وبدأ يتصل على 9-1-1 بدون ما يشيك مثلا على بنته ممكن تكون موجودة في غرفة أخرى وفعلا هو عمل هيك الأوبريتر اللي هو العامل المقزم هو اللي ذكروا بإنه يرجع ويشوف إذا كانت البنت أو الزوجة موجودين في غرفة أخرى هنا هو على طول جاوب إنه كان تحت ضغط شديد وإنه هو افترض إنهم اختفوا لإنه من الصبح وهو يتصل عليهم وما في حد منهم بيرد حتى كمان المدعي العام جادل وبفكرة إنه ليش ما فكرت إنك تشيك على السيارة تشوف سيارتها موجودة أو لا داخل القراج على طول إنت اتصلت على 9-1-1 وحكيت بمنطق إنه هم مختفين وفعلا فكرة منطقية جدا لو ما كان عارف إنه هو فعلا تخلص منهم كان بحث في المنزل لاتصل على الأصدقاء المحيطين يعني أشياء كثير كان ممكن تخطر على باله مع إنه فعليا هو وجد دم وأشياء غريبة في غرفة النوم لكن المفروض إنه فتش في البيت في السيارة حسب رأي المدعي العام كان الأمور كمان اللي ناقشوها إنه كان في دم بالمينيفان اللي هي السيارة اللي تم نقل فيها الجثي كان في دم بدل على إنه هو دم جينيفر لكن المحامي في هاي النقطة بيحكي إنه ممكن يكون أحد المحققين نقل هاددم للسيارة أثناء عملية التحقيق يعني دفاع سخيف المهم كمان المحامي بدافع بطريقة غريبة جدا المحامي بيحكي إنه فيه شخص هو اللي هاجم منزل العائلة على أساس إنه يخطط في آبي البنت لصغيرة وبعدين قتل جينيفر حتى إنه بيعطي اسم هالشخص من الأشخاص اللي معروف عنهم إنهم بيعتدوا على الأطفال موجوديا في المنطقة لكن هيئة المحلفين ما أخذت في كلامه نهائيا لكن كمان حتى المدعي العام في هاي النقطة كان فيه عنده شاهد قوي اللي هو شخص من رجال الشرطة مسؤول عن كلاب الأثر اللي بيجوا بيشتموا الرائحة بيحكي إنه نهائيا ما اشتموا هاي الكلاب ما اشتمت رائحة تدل على إنه فعليا فيه شخص اختطفهم وأخذهم على الغابات أو المناطق القريبة المدعي العام كان شرس جدا في نقاشه مع الشاهد وكمان حجة المحامي كانت ضعيفة لحدك المهم بعد 17 ساعة من المداولات وجد مايكل مذنب بجريمة قتل من الدرجة الأولى وكمان انتهاك حرمة جثة وكمان تهمة السرقة حكم عليه بالسجن مدى الحياة وكمان أكيد مع عدم إمكانية إطلاق صراحه بصراحة حاولت أبحث أشوف إذا ممكن إلو فرصة ثانية لاستئناف الحكم لكن ما حصلت بالنسبة لعائلة مايكل هم بيدعموه ومتأكدين إنه هو شخص بريء وإنه الشخص اللي قتل الزوجة جينيفر هو معتدي من خارج المنزل وكانت تصريحاتهم أثناء مغادرة المحاكمة إنه هم ما رح يتركوا القضية نهائيا حتى يكون ابنهم اللي هو مايكل خارج السجن ما بعرف فعندهم إيمان قوي بهالشخص أما بالنسبة لعائلة جينيفر كانوا مبسوطين جدا بالحكم اللي صدر ضدها الزوج ومقتنعين إنه هو فعليا القاتل وما زالوا يعانوا من فقدانها وفقدان آبي والدة جينيفر وجهت كلمة في المحكمة كانت مؤثرة جدا حكت فيها عن معاناتهم فعليا من فقدان جينيفر وكمان من فقدان آبي بالنسبة لآبي ما تم العثور على جثتها نهائيا بعض المحللين بتوقعوا إنه هو دفنها في مكان مميز لأنه كان يحبها عكس زوجته جينيفر اللي وضعها في حاوية القمامة فيه توقعات تانية بتحكي إنه ممكن لأنه جسمها صغير يعني ضاعت فيه عفوا منكم أكوام القمامة حاب أوضح لكم معلومة مهمة جدا بالنسبة لي كانت غريبة ليش تم إعادة محاكمته زي ما حكيت إنه فيه كان خطأ من أحد أعضاء هيئة المحلفين كانت سيدة بالعادة بيعطوهم استبيان حتى يجاوبوا عليه قبل ما يختاروهم لمحاكمة فكان فيها الاستبيان سؤال إذا هي تعرضت للتعنيف داخل المنزل عنف منزلي وأجابت بطريقة خاطئة إنه هي ما تعرضت وهي فعليا كانت ما تعرضت فعلا شي غريب على هالأساس بدوا بإعادة محاكمته على أساس هالخطأ فقط وآخر معلومة بس بحب أحكيها بالنسبة للحكم عليه في موضوع السرقة بصراحة ما أعرف تحدد هل مقصود سرقة مجوهراتها لأنه أخذ مجموعة من المجوهرات ولا إلها علاقة بجريمة أخرى صارت في عام 2001 أثناء عملوا في واحدة من المؤسسات هو سرق آلة معينة بيستخدموها لتمزيق الورق وكمان طاولة وعشان هيك تردوه من الشغل فما أعرفت بصراحة إذا حكم عليه في قضية سرقة المجوهرات أو سرقة هاي الأخراط وكانت هاي نهاية قصتنا لليوم بتمنى تكون عجبتكم يريت لو عجبتكم تحطولي لايك تشتركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم أي فيديو جديد وإلى لقاء في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا